الشباب لما ملقيوش مكان يناموا فيه ناموا في الأرض الزراعية وده الوقت اللي ظهر لهم فيه التنطل فل عليكم يملوك الليل خلونا ما نطولش ويلا نبدأ الكصة بتبدأ مع شابين من مصر قرروا انهم يسافروا العراق بغرض الشغل كانهم سافرين كده على الله لا يعرفوا حد هناك ولا حد يعرفهم المهم على ما وصلوا العراق كانوا قرب الفجر ولحظوهم الوحش الشنطة اللي كان فيها الفلوس بتاعتهم وعت منهم فبقوا حرفيا مشرادين في الشارع ومعهمش اي فلوس يقعدوا بيها في فندق فما كانش قدامهم غير حل واحد انهم يناموا في الأرض الزراعية فناموا الشابين فعلا جنب بعض وما يعديش لحظات غير ويسمعوا صوت غريب حاجة ماشية في الزرع وعملت حركوا شمال ويمين فقاموا الشابين مرعبين وفضلوا يبص حواليهم واتفاجئوا براجل كبير واقف وراهم بالزرع اول ما شافوه اترعبوا الراجل كان مبرق لهم وشكله مخيف جدا وطلع لهم كمان كده من العدم بدأ الراجل ده يتكلم ويقول لهم بتعملوا ايه في أرضي فالشاب وهم خايفين قالوا له على كل اللي حصل معاهم وقالوا لهم ما يتحموا في أرضه للصبح رد عليهم الراجل وقال لهم وما لقيتوش غير أرضي ده أنا بقالي فيها أكتر من 600 سنة وما حدش أبدا يقدر يخشها بالليل غيري بصولوا الشاب كده شوية وفضلوا يضحكوا وقالوا عليه أكيد الراجل ده مجنون 600 سنة ايه اللي هيعيشهم في الأرض وفي اللحظة اللي كانوا بيتحكوا فيها عليه دي بيبصوا عليه ما لقوهوش ولقوا مكانه كلب اسود شكله مرعب وبدأ الكلب ده يتكلم ويقول لهم صدقتوا ان أنا فيها من زمن قوي الشاب أول ما شافوه كده بدأوا يجروا وهو بيجر وراهم بأقصى سرعة وفضل يجر وراهم لحد ما طلعهم من الأرض أول ما طلعوا الكلب ده وقف ورجع لشكل الراجل تاني وقال لهم المرة دي بس تحذير إنما لو شفتكم هنا تاني ما تلوموش لنفسكم ودخل الأرض الزراعية واختفى واختفى